بطني كلش قاعد توجعني انا كل الجوعانة بس خلال شوف شنو عندي اكل بالصندوق حتى الاكل بالصندوق خلاص زيش راح اسوي احسن شي اروح تجيجي بحتي ما اكون هم عند اكل يلا خل اروح يا ذي البنت اهلا اهلا يا بنت مرحبا خالة انا قاعدة شوفت شتي بهذا المكان طبعا بنتي انا عرفه شتي فقيرة وكيد تحتاجي مساعدة وبيت شجي من الديرت حتى عدي هذا اللحم راح انطيق اليك اه شنو واني كلش اشكرت انت بمنعيش مرأة كلش طيبة ايه طبعا بنتي بس هاي تهي ويايا راح اشوفتش البيت مالتي اوني بيتي كلش حلو وبيلعب كلش هواية يلا تعالي بس شوف اسمعيني خالة اوني مستعجر لازم اروح صدقين راح اجيش بغير وقت يلا خلق اروح وهذه البنت راحت زي الساني ش راح اسوي لازم افكر لي بخطة ثانية يلا خلي ادخل ياس اوني اشتغلت من الصبح هنا وحضرت هذا اللحم بس ما عرف امي وين صارت اوني لازم انتظرها ياس اوني جيت شوف اسمعني ابني اوني يوم ما قدرت اجيب لك اي اشخاص بس اذا تريد راح اجيب لك ابقار قل شواية توافق ابني شنو ابقار بس اوني ما اريد ابقار اصلا عندي ابقار هواية هنا لازم اليوم تحثريلي على شخص لازم اليوم اريد شوف اسمعني ابني اذا ما قدرت اليوم احثرلك على شخص اكد الايام الجاية راح اجيب لك اشخاص كل شواية انت لا تهتم اوه السوني كلش ضايج ياني خلاص اللحم الي عندي ولازم يصير عندي بعض لحم اكثر يا سوني قاعد من الصبح هنا وقاعد انتظر رانية مايصر اكل هاي الصمونة لازم هي تجي حتى تاكل وياي يا سوني جيت هلو جيجي صباح الخير يا سوني صباح النور يا سوني كل الجوعانة حتى جبت الاكل ويبراح اكل شنو هاي انتي عندك لحم بس شونيصر هاد الشي لش شونيصر هاد الشي انت متعرف هذي مرأة مقابيلي مبين عليها كلش طيبة حتى اططني لحم وقالت لعرف انت بيش فقيرة وعندج بيت من الديرت ولي هاد اططني هذا اللحم يلا خليها اكل شنو تاتيش لحم لحد يسمعيني اني قاعد من الصبح هنا وقاعد انتظر اقول راني خطية ما عدا اكل حتى ما ماكل الصمونة مالتي وشكو بيها جيجي وصيحة مش عندي اكل بس هاي المرأة خطية ساعدتني ومبين عليها انسانة طيبة واحتمال كل يوم راح تساعدني شنو داخل اكل الصمونة مالتي بس راني اجدتي ببالي فكرة هي وان صيرها بيت هاي المرأة احتمال اني يمساعدني وتنطيني لحم شنو تنطيك لحم شوف اسمعني هي بيت هذوك البيت البرتقالي بس دير باك تروح وتطلب منه احتمال ضطتك بعد ما تنطيني شنو هاي انتي ما عليك اصلا خلو روح السري شنو لا لا جيجي احتمال بعد ما تنطيني مرة ثانية ارجوك لتروح شنو هاي راني بتعدي بتعدي عني اصلا انتي ميمو بس اتي تاقي اللحم واني طول حياتي صال يمكن عشر سنوات ما ماكل بس عاجبني تنطيني لحم حتى انا هم ااكل يلا خلو اروح ياسا انا تقربت لهذا البيت هي راني قالت البيت البرتقالي ممطية لحم راني والله مبين ذولة اغنياء بس فاتحين الباب يلا خلو اشوف والله هذا يمكن هاي مرحبا يا خالي اهلا اهلا نعم تفضل شنو البيتش موجود اها لا 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 تهتم انا شنة اشتغل ولهذا انا شايلت بيدي بس انا جيت انا عاجبني اكل لحم واني كلش فقير ومحياتي ما عندي لحم تقدرين تنطيني يعني كل الجوعان احنا انت تحتاج لحم شوف اسمعني اني عندي لحم كل شوية بالبيت اذا تريد تعال دخل البيت مالتي و anteتطور لحم كل ش راح يعجبك شنو بس ليش ادخل البيت تقدري جيبي لي هنا اللحم اني قاعد انتظر شنو اجبك هنا اللحم قاعد اقول لك تعال دخل البيت و راح تذير لحم كل شوية يلا تعال تعال شنو لأ لا اني ما رضى ادخل البيت أنا أذكر كل أصدقائي يقولون لا تدخل البيت غريب ولهذا مستحيل أدخل هنا يلا تعال تعالي استعجل تعال أنت ليش خايف أنا ما أدخل إذا تريدين جيبي للحن بهذا المكان يعني تريد أني أخذك البيتي يلا تعال تعال أنا راح أخذك للبيت لا لا خلاله ربح السريع والله مبينة هاي حالية شريرة حتى ما أعرف شو هالي سلوح سجينة بيتي وحسن حل أنه بعد ما أتقرب على هذا البيت ورح أخبر رانية بكل شي يلا خلاله أركض ياسا أنا وصلت للبيت آه جيجي أنت جبت لحم وصحيح هاي اسمع رانية والله هاي المرأة مبينة عليها شريرة حتى شفت هاي شهالي سجينة عملاقة بيديها سجينة عملاقة وجيجح تما تكون قاعد تشتغل بس هاي شي شي خايف باع رانية هاي قلت لي تعال دخل للبيت حتى أنطيك لحم بس هاي ما يصير أدخل بيوت الغربة لهذا الشي ما يصير وأصن بالعكس جيجي هي مبينة عليها إنسانة طيبة حتى نساعدتني وكيد راح أساعدك بس أنت ما عفش بيك خايفي شو مرعوب صدقني أمبينة إنسانة طيبة يا شن إنسانة طيبة والله هاي شفت هاي شريرة حتى أنا بعد مستحيل أتقرب على البيت مالتي يا أصن بعد أحسن لتروح لتروح إذا هاي بس أنا روح وحصل منها لحمه ماي يا شنو والله أنا معلها بيش أصلا لازم أسقعد هنا بس روني يا سحن ش راح نسوي اليوم أنا حتى ضايج وأني ما أكلت لحم أنا معرف ش راح أسوي جيجي تا مؤكد بس صموني أصلا كلش كافي عليك بس جيجي شرائت له روح للعبونة والناس يا أب هاي سمعين إذا تريدين أنت روحي أنا راح أدخل للبيت أنا ضجت يلا خلنا أدخل يا ساني قعدت من الصباح بس أنا وعدتبني اليوم أجيب الأشخاص بس ساني حتى شفت هذي البنت وما خرجت من بيتها أحسن شي إنه راح أراقبها من الباب يلا خلأ شوف يا صحيح معقولة تكون بعدها بالبيت أحسن شي إنه روح بنفسها لها ودق الباب وصيحها للبيت يلا خلدق الجرس وهذه وين هذي البنت هاي افتح الباب افتح الباب ياس ساني قعدت أشوفها نعم نعم أنا جيت مرحبا خال أهلا نعم تفضلي شوفوا اسمعيني بنتي آنجا تعالى من الصبح نعرف بجأة كل شو فقيرة وبيتها شها من هذه فليهذا قررتساعدك حتى بتوني عندي لحم كل شووية إذا تريدين تعالي البيت عال سريع وراح تلقيني أكل كل شوواية ههههههههههه اببا باس خالة انتظر انتظري انت ملج كل هذا اللحم شوف اسمعيني بنتي هوني عندي أبقار جقيد عندي كل شوية تعالي تفضل البيت وبعدها راح يشوفين كل هذا الأكل اوكي خالي بس سنورة حروح شوف بنتي قاع شوفين ذاك المكان راح هو هناك موجود اللحم كله يلا تعالي تفضلي بس هاش هذا المكان الغريب شرح يصير هنا لا يا ساني قاعد انتظر هاي البنت يلا يا بنتي قاعد على السريع شنو اني وين من جابني هنا توعدتون تطولي لحم شوني جيت هنا شنو تريدي اللحم بس انتي ما تحرفين انتي راح تتحولين إلى لحم شنو لا لا مستحيل ساعدوني ساعدوني يلا يا جي جي صار الصباح يلا اوني خل اقعد بس اني اليوم اش راح اسوي اني حتى البرحة قلت الصمونة اللي عندي بس اليوم ما صحيح اني دائما متفق ويا رانيا يوم هي تيجي تاكل وياي ويوم اني راح اكل وياها بس هذا الشي صحيح حتي ما رانيا يكون عدا اكل هسا لازم استعجل بس اوكي خلي انتظرها كدية راح تيجي هنا بس اليوم هي حتى متأخرة وحتى نايم متأخرة رانيا ما اجاية علي لعد يا جي جي هسا لازم تستعجل تروح على بيت رانيا اكيدها سيعدها الصمون بالبيت يلا خلق اركض واحتمالها جارتها مطيتها لحم واو اليوم راح اكل لحم اني كل شي عجبني اللحم يلا خلق اركض اكيدها سرانيا موجودة يلا خلق استعجل هاي افتحوا الباب افتحوا الباب بس بكم ما قاعد اسمعي صوت يوالله صحيح بيت رانيا فارغ بس وان راح اترانيا هي دائما تكون موجودة بالبيت وهي لو تكون يمي موجودة او موجودة هنا بس وان راح اترانيا حتى وان مش افتها موجودة بالشارع بس واني عرف رانيا تخاف تروح للغابة لان تقولي اني خاف من الحيوانات المفتريسة بس معقولة تكون موجودة عن ذولة الجار لانه هي قالت اني ذولة اشخاص طالحهم واحتمال راح تطلب منهم لحم يلا خلق اركضوا دقوا الباب احتمال تكون هنا هاي افتحوا الباب افتحوا الباب ايه هاني جيت نعم اتفضل اه اسمعيني انا جيت اسأل على رانيا رانيا ما موجودة بالبيت مالتها اه تسأل على رانيا ايه صحيح رانيا موجودة عدنا نخطي رانيا كل الجوعانة واحنا عدنا لحم كل شواية اذا تريد تعال ادخل ورح اشوف رانيا يلا تعال ادخل اه ادخل اه بس اه انا انا ما اقدر ادخل هذا البيت اه اذا تريدي نقول للرانيا انه تجي هنا اه شنو هي شوف اسمعني اما تدخل انت الرانيا واذا معجبك تدخل للبيت روح بتاعد مننا اه اه اك اوكي والله اي مبين كل الشريرة والله اي مبين حتى شاول اي سجينة بس انا اش راح اسوي يا جي جي معقولة كورانيا موجودة عددولة هي صحيح قالت رانيا موجودة بس اي مبين حليا شريرة واني مستحل ادخل هذا البيت اه بس انا اش راح اسوي والله احتمالك كورانيا حابسية لا 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 يا جي جي انت لازم تروح تخبر الشرطة حتى يجوني قذور رانيا يلا خلو اركض هي اسمعني يا شرطي انا متأكد رانيا موجودة هنا بس انا خاف ادخلها بالبيت كل ما اجي اتقرب هنا يقولوا لي تعال ادخل بس ظلم بين عليها شريرة اه ايتم متأكد انه رانيا يعني هي مختفية وموجودة بهذا البيت اي نعم يا شرطي هي متروح رانيا لأي مكان انا متأكد هنا موجودة اوكي خلي ادخل لازم افتش هذا البيت هي اسمعيني انتي اا اكو احد هنا موجود عندش بالبيت اوه شوف اسمعني يا شرطي مثل ما قاعش شوف انا مرأة كبيرة بالعمور واني ساكتنا واحدة بهذا البيت انا ما عندي احد هنا واذا تريد تقدر تفتش البيت تقدر تفتشه اي اسمعني يا شرطي ارجوك فتش البيت انا متأكد رانيا موجودة هنا اوكي السابل بدايوان رح اروح خلي اروح الى هاي الغرفة ولازم افتشها يلا خلي اروح السريع اي ايا شرطي فتش زين احتمال تكرراني هنا اوكي خلي ادخل هنا اسمعني هنا ما كأي احد تعال خلي نروح على بقية الغرف بس وان رح اروح اوكي خلي اروح على هاي الغرفة الثانية ولازم افتشها اي ايا شرطي والله هذا البيت جبير بس ما عرف رانيا وين موجودة اي اوكي خلي نصعد للطابق الثاني احتمال تكون فوق موجودة لازم افتش هذا البيت يا شرطي فتزين ارجوك يا رانية حتى يا المرأة قالت انه رانية موجودة بهذا البيت شنو قالت موجودة هنا بس انا ما قاعد اشوف اي احد موجود هنا يلا خلوا على هاي الغرفة الاخيرة يلا يا شرطي احتمال تكون هنا والله ما موجودة رانية هي اسمعني هذا البيت ما بي اي احد انا متأكد هذا البيت فارغ ايش صدقني يا شرطي انا سألتها وقالت رانية موجودة هنا حتى قلتلي تعال ادخل حتى تشوفها هي اسمعني هذا الشي مستحيل انا اصدق بي احتمال تكون انت كذب اه انا كذب اصدقني يا شرطي انا ما قاعد اكذب شفت يا شرطي ان بيتي فارغ وما بي اي شخص ثاني بس انه انا هنا ساكنة اه اسمعيني احنا جدا اصفين لفتشنا البيت مالتج والصحيح ما عنديش اي احد ولهذا راح نخرج يلا يا والد تعال اخرج اه يا شرطي يا شرطي انت ليش ما تصدق بي صدقني رانية موجودة هنا هيا يلا بتعد بتعد ماك احد هنا يلا خلو اروح هي السوني سمعت الشرطي ابتعد يلا خلو افتحها يا الباب يا امي الشرطي بتعد مو صحيح هي طبعا انا قدرت اخدحهم وقلت لهم انا مرأة كبيرة بالعمر وساكنة واحدة بهذا البيت وهم صدقوا بي ييتا قليل زيان حتشوفي اسمعني يا ابني م�던بت أتعرف هذا الولد السواركيشاف امرني وإحنا لازم نتخلص مني ااا يا أمي إنت بадно تهتمين اقني عرف الشان راح تخلص من هذا الولد ييتا قومي بتبعري ييتا قواlarını انتظارت اجا الليل واتوقى عسى الناس كلوم نايمين حتى هذا الولد اكيد يكون نايم يلا خلأ استعجل لازم اقضي علي قبل ما ايكشف امرنا يلا خلأ شوفه موجود هنا او لا هياته موجود بالبيت انا عرف اش راح اسوي لازم اروح افتح الباب واخذع السريع يلا خلأ شوفه اكيد الباب تكون مفتوحة يلا افتح يا باب لا مستحيل هاي الباب مقفولة بس هون شون راح اقدر ادخل لهذا الولد بس هون انا عرفت راح ادخل عن طريق الزجاج واحتمال المرح يسمعني لازم اكسر هذا الزجاج عالسريع يلا خلأ اكسر هايش قاعد اسمعوني هاي شنو هذا مجالبيت يلا خلأ اهرب عالسريع فتح يا باب يتحرح اقضي عليك لا 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 مستحيل لازم اهرب عالسريع هذا الشرير جاي يقضي علي لازم اهرب بس منه هذاني اول مرة اشوفه يلا خلأ اهرب وهذا الولد كلش سريع وغرب مني لازم ارجع للبيت قبل ما احد يكشفني يلا خلأ اركض يلا استعجل يا جيجي يا شرطي ارجوك ارجوك ساعدني نعم يا ولد هايش قاعد تركض هايش شخص قاعد يركض وراي بس انا ما قاعد اشوف اي شخص وراك انت بباحدك موجود هنا اه شنو اني متاكد شان يركض وراي ارجوك يا شرطي هذي الشرير يجمع البيت مالتي حتى شهي سلاح بيدي وارد يقضي علي اه يا ولد ما كاي احد هنا اذا تريد ابقى هنا او اذا تريد ارجع للبيت اه شنو اه صحيح محقول يكون هذا ابتحد بس من هذا الشخص حتى ليش يجي يقضي علي اني اصلا ما عندي فلوس واني كلش فقير اه بس شنو محقول يكون هاي الامرأة اللي اني رحت اخدت الشرطة علي تكون هي دازتة علي حتى يخذ علي والله الثانية حرفت لحد اكيد تكون رونية موجودة عدهم بس يا هاجي اش راح اسوي حتى ذول الشرطة ما قاعد يصدقون بي قدت لهم رونية موجودة بهذا البيت بس اذا رونية بعدها موجودة اكيد تحتاج مساعدة بس هاني اش راح اسوي لازم اروح واساعد رونية لذول الشرطة ما قاعد يساعدوني لازم احاول اشوف على طريقة انه ادخل للبيت مالتهم واساعد رونية حتى نهرب يلا خلي اركض يا هاجي اتقربت لهذا البيت اوني متأكد رونية من رجحت حتى غد شوف بيت رونية والله بعدها فارغ اوني متأكد رونية موجودة عد ذول الاشرار بس اوني اش راح اسوي اوني لازم ادخل هذا البيت واساعد رونية بس معقول يكون هذا الشرير اللي جمع البيت مالتي يكون حايش بهذا البيت بس يا جيج انت ما عندك غير حل لازم تدخل وتساعد رونية بس اذا ادخل عن طريق هذا الزجاج اكيد رح يسمعني ورح يجون علي واذا ادخل عن طريق هاي الباب اكيد رح يعرفون بس يا جيج شون رح تدخل هذا البيت بس صحيح لازم احاول اعثر على مكان ثاني حتى ادخل هذا البيت يلا اركض يا جيجي بلك اكو باب ثانية يلا خلق استحجل بس لازم بالبداية اراقب انه ماكو احد هنا يمزين ماكو احد اوكي خلي ادخل عن طريق هاي الباب بس هايج قاعد اشوف اوكي يلا يا جيجي اقفز بل كتكون مفتوعة هاي الباب يلا يا باب امفتحي ياسف فتحة الباب بس انا ورح اروح او احتمال يكونوا موجودين هنا والله انا ما اعرف يلا امفتحي يا باب اه شنش قاعد اشوف هاي اكون غرفة سرية هنا بس شنو هذ اللحم الموجود والله ما اعرف شنو هذ المكان اه شنش قاعد اسمع واكو شخص قاعد يبتشي هاي هاي رانية موجودة هاي رانية رانية اوني جيت جي 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 شوف اسمع جي جي ترازم تخلصي ماذا المكان بس شوف ارجوك جير بوك تكسر اي شي من هذ اكيد رح يسمعو وراح يجون ويتخلصو منك شنو لعد شونت رح تقدر انت هربين شوف اسمع جي جي اكو بهذا الصندوق سيف هما دامن يستخدموا يرجعو هنا تقدر تستخدم انت خوف يجاه لك شخص تقدر تغضى عليها يلا استخدم جي جي اوك اوكي خلو افتحها الصندوق اوكي خلو شوف شون هذا السيف والله هذا السيف مبين عليها مستخدم بس رانية انت متأكدين هما موجودين هنا بالبيت طبعا جي جي اكيد هم موجودين بس ولواني كلش خايفة رانية هما كم شخص موجودين هنا اني معرف شوف اسمع جي جي اكو ثنين اكو الاوذل الرجل هو واما موجودين هاي اما المرأة العجوز انا توقعتها طيبة بس هي شريرة اه سانيا حرفت انا بداي شكيت انت محبوسة بالبيت اذا لازم اروح وحاول اقضع اليوم حتى وراه اساعد رانية يلا خلو اصعد على السريع يلا خلو اروح يالله صحا دياجي يجي انفتحة الباب والله محتمال يكون اكو شخص يجي لازم اختبئنه هاي معرف منه يجي يس هوني جيتش يا رونية هذي اخر لحظة قلت رح تخلص منك يالله رح تخلص منك هيموت يا شريرة يوا خيرا كدر تقضي على هاي الشريرة هاي قاعد تشوفي رونية انا قدر تقضي حاليا انتبه انتبه بعد اكون ابنها موجود بالبيت وهذا شخص كل الشرير جيجي يكون حذر بس معرف احتمال يكون سمعني لازم اروح اصعد علي هذي الشرير وهم اقضي علي يلا خلو اركض ياس هوني جيت هنا بس شنو هاي الباب انا من جينة انا والشرطي ماكشفنا هذي المكان والله هاي الباب سرية حتى بد ما تنشوف بس معرف وين هذي الشرير يلا خل اجي هاذا مني جاهد الصوت ياته موجود هي منو انت وشون انت يجدخل للبيت هسه انت اجيت واني راح اقضي عليك هاياني اللي راح اقضي عليك يلا انت موت والله هذا دمجني واني لازم اقضي حاليا واني قدرت اقضي حاليا وأخيراً تخلصت مني بس يا رونية النقاطين ما بس شخصين ما بقى أي أحد إجي الوقت إنو حرر رونية بس شون راح أقدر أكسر هذا الآيرون الموجود يلا خلا أبحث عن صندوق أوكي نام موجود خلا شوف شنو موجود يا ذي بيكاكس وأوكس ما شاء الله تراح تفيدني حرر رونية يلا خلا نزل حس سريع يلا خلا أركض يس وني جيت رونية جي جي شنو صار جي جي أطم مني رونية وني راح أساعدك أنا قدرت أتخلص منهم شنو مستحيل جي جي معقولة قدرت تقضى عليهم أنت طبعا رونية أنا قضيت عليهم اثنينهم هس يجي الوقت إنو نهرب من هذا المكان يلا تعيص حدي رونية أنا عرفتين مين يخرجون عدهم باب سرية بهذا المكان صحي جي جي أنا أول ما أجيت جيت ما ما أعرف هذا المكان بس بعدين شفت مكان غريب بس جي 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 وني كل جي أشكر أكسر باحي رونية أنت ساعدتني وحررتني من هذا المكان يه طبعا هس يجي الوقت إنو نخبر الشرطة بكل هذي اللي صار يلا تعيص يركضي يسمعني يا جي جي هس إحنا فتشنا هذي البيت وصحيح عرفنا إنو ذول الأشرار كانوا موجودين بهذا المكان حتى كنا نسمع دائما أخبار إنو أكو ناس يختفون من القرية الظار يجيبوهم إلى هذا المكان يه نعم يا شرطي بس أنا قدرت أخضي عليهم حتى قدرت أحرراني يه صحيح يا شرطي هو اللي حررني وهو اللي قدر يقضي عليهم يا جي جي سمعني إنت بطل تستحق إنو نطيق جائزة إنت تستحق إنو تكون بطل هايا القرية واذا الشرطي قال علي إنو أني بطل هايا القرية حتى أني كلش فرحان ولينا حبايبي وصل لنهاية الفيديو إذا أعجبكم حطوا لايك واشتركوا بالقناة نلتغي فيديوه جديد مع السلامة اشتركوا في القناة